زيادة الوزن على فكرة ممكن تأثر على الخصوبة أصلاً عند الزوجة فاكرين قلنا كده في الحلقة الأولى من حلقتنا يعني الزوجات اللي وزنهم زائد ممكن معدل الخصوبة بتاعهم يقل وبالتالي يحصل تأثر سلبي أو تأثير سلبي على الإنجاب زيادة الوزن مش بس بتقلل فرص القدرة على الإنجاب عن طريق نقص معدلات الخصوبة لا يعني هي already أصلاً يعني الزيادة الوزن بتقلل معدلات الخصوبة بس هي مش بتأثر بقى على يعني إن القدرة على الإنجاب بتقل بس بالزاوية دي لا ده كمان بتضعف القدرة على التبويض تمام كده وكمان معدلات الإجهاض لقدر الله بتزيد مع زيادة الوزن لما يبقى فيه وزن زائد عن المعدلات الطبيعية والحقيقة إن علاقة الوزن بالقدرة على الحمل لسه برضو مش واضحة مكتملة الوضوح يعني من الناحية العلمية كتفسيرات علمية لكن المعروف والمؤكد إن النسب والإحصائيات اللي بيتم رصدها وتسجيلها بين السيدات الحوامل كلها بتؤكد على ضرورة العمل على إنقاص الوزن الزائد طبعاً ولو بنسبة صغيرة لضمان حدوث الحمل يعني أي دلوقتي بنت حاسة إن وزنها زائد وهي مخطوبة أو هتتخطب قريب أو دخل على جواز لازم تثبطي وزن حضرتك عشان تضمني حدوث الحمل إن شاء الله بطريقة سليمة وكويسة وأقرب التفسيرات العلمية لعلاقة زيادة الوزن بضعف القدرة على الإنجاب شوية الترابط اللي بيربط يعني أو الموضوع اللي بيربط ما بين إن الهرمونات الأنثوية بيحصل فيها خلل في التوازن لما تكون نسبة الدهون في الجسم أعلى من المعدلات المسموحة يعني التفسير ده هو أكتر التفسيرات المقبولة ما هو لازم يعرفه إيه السبب زي ما أقول لكم هي دي مجرد بتبقى رصد إحصائيات فبيعودوا بقى ياخدوا النتائج دي ويعودوا يحللوها إيه أسبابها طبعاً ده كله بخلاف المعلومات المؤكدة إن الوزن الزائد بقى بيسبب لك متاعب ومضاعفات أثناء الحمل زي مثلاً السكر المصاحب للحمل وزي ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل بخلاف إن الوزن الزائد بيضع حمل إضافي على مفاصل وعظام الجسم وده بيسبب المزيد من الألم والاحتقال يبقى باختصار يعني زبط وزنك وفقدان وزنك الزائد أنا بحطها تحتها ومليون خط مش رفاهية دي ضرورة ضرورة عشان تحملي كويس وحملك يبقى كويس ويبقى عندك قدرة أصلاً على الحمل طبعاً معدلات الزيادة اللي أنا قلتها دلوقتي كلها قائمة على احتمال الحمل في جنين واحد فاكرين لها لسا إيه لا دي عشان كده نحب نقولك برضو معلومة تانية وهي أن متوسط الزيادة في الوزن المصاحب للحمل بيكون ما بين 15.5 كيلو إلى 20.5 كيلو في حالة الحمل في توقع وبيكون معدل الزيادة من 20.5 كيلو إلى 23 كيلو في حالة الحمل في 3 أطفال تمام كده طيب نيجي بقى للسؤال الأخير واللي إحنا هنحوله النصيحة وهنقولك فيها أن الأكل الصحي المتوازن شوفوا أنا عمل أقولها كم مرة على مدار الحلقات اللي فاتت هو اللي بيحقق لك الزيادة الطبيعية المتوقعة في وزنك خلال الحمل طيب نيجي دلوقتي الأسئلة ومعلومات جديدة الموضوع ده بقى مهم قوي اللي جاي هل الزيادة في الوزن بتبقى متوزعة بالتساوي على شهور الحمل كل الحمل وقبل كده عارفين الإجابة بس أنا بكلم بقى الجداد هل الزيادة في الوزن يعني أنت كده كده وانت حامل هيحصل لك زيادة في الوزن الزيادة بتبقى ماشية بالتساوي كده مع الشهور الإجابة لا النسبة بتكون كالتالي خلال الحمل احنا اتفقنا أنه من تسعة وتتين لاربعين أسبوع تمام خلال الأسابيع العشرين الأولانيين يعني نص الحمل الأولاني بيكتسب جسمك تلت الوزن الزياد تلتو أما الفترة التانية من الحمل اللي هو نص الحمل التاني فجسمك بيزيد تلتين الوزن الزياد يعني لو كان متوسط الزيادة في الوزن المصاحب للحمل مثلاً مثلاً 12 كيلو ونص خلاص يبقى أنت هتزيدي أربعة كيلو بس في أول عشرين أسبوع من الحمل يعني لغاية نص الحمل هتزيد أربعة كيلو نص الحمل التاني العشرين أسبوع التانيين هتزيدي تمانية كيلو اللي هم هيبقوا في آخر عشرين أسبوع من الحمل والحقيقة أن أنا حابب أستفيد أكتر في هذا الجزء لأهميته الشديدة عند كل الزوجات الحوامل وهقولك خلي بالك أن معدل الزيادة في وزنك خلال أول ثلاث شهور من الحمل أول ثلاث شهور ممكن ما يبقاش يتجاوز أكتر من كيلو وثمنمائة جرام علشان كده لو لقيت نفسك ما زدتيش في الوزن خلال الأسابيع الأولى من الحمل ما تقلقيش قوي أو ما تقلقيش خالص لكن لو ما زدتيش في الأسابيع اللي بعد كده لازم بقى استيضاح الأمر بصفة عامة أحب أقولك أن نقص معدل الزيادة في الوزن في الفصل الأول من الحمل اللي هو أول 12 أول سبوع مش ضرر أو ما لا يحقق ضرر أو أقل ضررا من نقص معدل الزيادة في الفصلين الثاني والثالث من الحمل في معلومة كمان مهمة أن زيادة الوزن الملحوظة بتكون لغاية الشهر الثامن بس وبتقل الزيادة في الوزن خلال الشهر الأخير اللي هو التاسع بتاع الحمل على فكرة كتير من الأطباء يعني تخصص النساء والتوليد بيدوا مؤشر للزيادة بالنسبة للزوجات الحوامل يقول لهم إيه هيكون معدل الزيادة من نص كيلو إلى كيلو جرام في الأسبوع بس إمتى من بداية الشهر الرابع ولغاية نهاية الشهر الثامن وفي نفس السياق نحب ننبهك إن الزيادة المفاجأة في الوزن خلال أي فترة من الحمل بتكون من مؤشرات وعلامات الخطر لأنها ممكن تكون أحد أعراض تسمم الحمل لقدر الله طيب سؤال بقى جديد ومهم جدا وإجابته ممكن تبقى مفاجأة كمان لكتير من حضراتكم هي كل الزيادة في الوزن المصاحبة للحمل بتكون عبارة عن الجنين وطبعا الإجابة ممكن تكون مفاجأة زي ما بقول لحضراتكم عند كتير من الزوجات الحوامل الإجابة لأ هتعرفوا إن الجنين وبعد اكتمال نموه بالكامل بيشكل 39% فقط من الوزن الزائد وده بحدة أقصى 39% فقط من الوزن الزائد المصاحب للحمل بيكون الجنين الله أما الباقي الوزن بيكون إيه؟ هقول لكم الدم بيزيد خلال الحمل وبتمثل زيادته 22% من الوزن الزائد لجسمك السائل الأميوني اللي بيحيد بالجنين بيمثل 11% من الوزن الزائد خلال الحمل الرحم بيتمدد وبيكبر في الحجم لاستيعاب وجود الجنين وبتمثل زيادة الرحم 11% من زيادة الوزن المصاحبة للحمل المشيمة كمان بتكون 9% من إجمال الوزن الزائد في الحمل وأخيرا بيحصل زيادة في حجم الثديين وبتمثل الزيادة دي 8% من الوزن الزائد خلال الحمل في نهاية كلامنا عن التغيرات في الوزن المصاحبة للحمل بنرجع نفكر حضرتك بضرورة الالتزام بالغذاء الصحي خلال الحمل اوعي تحرمي جسمك من احتياجاته الغذائية بحجة إنك مش عايزة تزيدي في الوزن لأن زي ما عرفتي الزيادة في الوزن ضرورية أثناء الحمل وبعد الولادة بالسلامة إن شاء الله تقدري ترجعي لوزنك الطبيعي قبل الحمل لكن برضو بطريقة صحية وبدون تهور خليكي دايماً فكرة إن احتياجاتك الغذائية خلال الحمل بتكون ما بين 2100 كالوري إلى 2500 كالوري لواء الصعر الحراري في اليوم